هل المستشفياتنا تكون كافية لاستيعاب الحالات المتزايدة؟ لا سامح الله والله هو يعني إذا نريد نتكلم بالواقع يعني إحنا اليوم وصلين للطاقة الاستيعابية القصوى خصوصا في مستشفيات بغداد يعني محافظات يعني قد يكونون مسيطرين أما بغداد للطاقة الاستيعابية القصوى يعني لازم نفتح بعد مراكز جديدة أو مستشفيات جديدة من أجل استيعاب كل الحالات يعني للأسف لجأنا إلى العزل المنزلي لبعض الحالات وخصوصا من الحالات الطفيفة يعني سابقة إن كنا كل الحالات يتم عزلهم بالمستشفيات اليوم لا الحالة اللي هي من دون أعراض ممكن أن يكون تم عزلة بالبيت مع مراقبة من قبل المراكز الصحية التابعة لتلك المنطقة وهذا طبعا هذا أصلا بيه خطورة لأنه أنت شخص مصاب من الممكن أنه ما يلازم منزله أثناء فترة إصابته خصوصا أنه ما عنده أعراض ممكن أن يتجول بالشارع ممكن أن يكون ناقل للعدو